موسيقى الواقشوط تحتضر عمل يوم تشوري حول التعليم تحضيرا للقمة العالمية لتحريب التعليم موسيقى وزير التنمية الحيوانية يتفقد مزرعة للعلف في مقاطعة جرو ويعقد اجتماعا بالمزارعين في تقاند الاستعراض الاستراتيجية للقطاع موسيقى قطاع والعمل الاجتماعي والطفول والأسرة يفتتح ورشة تكوينية حول التأمين الصحي الإجباري والطوعي للأشخاص ذوي العاقة موسيقى أسد الله مساكم بكل خير مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل مسائية قناة الموريتانية معي فيها الغالية أهلا بك القناة أهلا بك محمدًا أهلا بكم مشاهدين الكرام نبدأ هذه المسائية بموجز لأهم واخرية الأخبار مع سلمة مساء الخير سلمة مساء الخير غالية ومحمدًا شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجز والتي تصحبني فيه بلغة الإشارة الزميلة عيشة علي أشرف وزير التهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد مال عينين الليه اليوم بقصر المؤتمرات في النواك شوطة على افتتاح يوم من تشاوري مع الشباب الموريتاني منظم من طرف الوزارة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة تحضيرا للقمة العالمية لتحويل التعليم ويهدف هذا اللقاء إلى الاستماع لآراء الشباب الداعمة للتعليم وإجراءاته المقترحة وتقاسم الرؤية العامة للنهوض بواقع التعليم في البلد وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن هذا النشاط يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الذي يجعل من التعليم أولوية مطلقة وتترجمه سياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود احتضن المعهد التربوي الوطني في نواكشوط صباح اليوم فعاليات الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد مالعيني نوليه بأفراد ديوان الوزارة وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة رفقة والي ولاية نواكشوط الغربية ومدير المعهد التربوي وبعضي أطر الوزارة أن رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على أهمية الزراعة كخيار وطني استراتيجي مع استعداد الحكومة لتوفير وحشد كافة الوسائل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء خاصة أن ظروف الدولية الراحنة تجعل من خيار الاكتفاء الذاتي رديفا لسيادة الدولة وطلب الوزير بالعمل الجاد داخل القطاع لخلق وعين كامل بهمية الزراعة وبناء العقديات المنتجة وكذا في هذا الصدد ضرورة لاستفادة من هذا الموسم الذي تهاطلت فيه أمطار غزيرة على مختلف مناطق الوطن بعد ذلك توالت مداخلات أطر الوزارة الحاضرين للاجتماع وهي المداخلات التي أكدت أهمية الموضوع والانسجام التام مع القرار السيادي ومباشرة العمل على تجسيده عمليا على أرض الواقع عقد وزير التنمية الحيوانية صباح اليوم بمدينة تيجكشة رفقة والتقانية اجتماعا موسعا بالمنمين وممثلين روابط المهنية والرعوية والفاعلين في مجال التنمية الحيوانية خصص هذا اللقاء لتدارس خطط وزارة التنمية الحيوانية للنهوض بهذا القطاع لضمان مساهمته في الدورة الاقتصادية وشكل اللقاء فرصة للمنمين للإدلاء بأرائهم بخصوص خطط القطاع للنهوض بالتنمية الحيوانية في وقت أكد الوزير استعداده واستعداد قطاعه للعمل سويا لخلق ظروف ملائمة للاستفادة من الثروة الحيوانية في بلادنا إلى ولاية العصابة حيث أدى وزير التنمية الحيوانية زيارة تفقد لبعض المشاريع الزراعية لإنتاج الأعلاف الحيوانية في مقاطعتي كيفا وقيرو ففي كيفا عاصمة ولاية زار الوزير والوفد المرافق له عددا من المشاريع الزراعية التي تختص في زراعة وإنتاج الأعلاف الزراع الحيوانية قبل أن ينتقل إلى مقاطعة كيرو التي تحتضن هي الأخرى مشاريع لزراعة الأعلاف مثمنا جهود المنمينة ومتعهدا بتوفير الوسائل الضرورية لدعم جهودهم في مجال إنتاج الأعلاف أشرف حتى وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة سيدة صفية بنت انتهى اليوم في نواقشوطة على افتتاح ورشة تكوينية لرؤساء الجمعيات الأعضاء في الاتحادية المريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة حول التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الطوعي وتهدف هذه الورشة المنظمة لمدة يومين بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل إلى تعزيز قدرات المشاركين حول التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الطوعي ووضحت الوزيرة في كلمة بنناسبة أن ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل مكان الصدارة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الذي يسعى إلى مريتانيا التي ينعم الجميع فيها بقيم الإخاء والعدالة والإنصاف وهو ما تعمل حكومة مع الوزير الأول سيد محمد البلال مسعود ضمن برنامجها على ترجمته إلى واقع ملموس من خلال مجموعة البرامج والأنشطة التي تصب في مصلحة المواطن وإلى موضوع آخر حيث احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية ودرقية القطاعات الانتاجية صباح اليوم حفل التوقيع على اتفاقية يتم بموجبها دعم خلية تنمية ولاية الحوض الشرقي ويعول على هذا الدعم في اكتشاف وتطوير المقدرات الاقتصادية والتنموية في الولاية الرعوية والزراعية وأوضح الأمين العام في كلمة بالمناسبة أن هذه الخلية تم إطلاقها بعد الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها في 27 نوفمبر من السنة الماضية والتي تم خلالها عرض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا نهاية هذا الموجز وبذلك تنتهي الفقرة المخصصة بلغة الإشارة عودة إلى غاليا محمدا شكرا لك سلمة تفاصيل بعد فاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدنا إلى تفاصيل المسائية وافتتحات اليوم بنواك شوط أعمال يوم تشاوري مع الشباب الموريتاني منظم من طرف وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة تحضيرا للقمة العالمية لتحويل التعليم ويهدف هذا اللقاء إلى الاستماع لأرأي الشباب الدعم للتعليم وإجراءته المقترحة والتقاسم الرؤية العامة للنهوض بواقع التعليم في البلد في إطار الاستعداد لمشاركة بلادنا في القمة العالمية لتحويل التعليم ينترج هذا اليوم التشاوري مع الشباب الهادف إلى الإنصات إلى آرائهم حول أولويات في مجال التعليم وتحديد الإجراءات والأولويات المقترحة من قبلهم للنهوض بالتعليم مع تقاسم الرؤية العامة للشباب الموريتاني في إطار تحويل التعليم إن أعمال يومكم هذا منتظر منها أن تمكن موريتانيا من توفير فضائل التبادل بين مختلف جئات الشباب والأطراف الفاعلة في إقطاع التعليم للتعبير عن اهتماماتهم وإبراز الأولويات لديهم واختراح الحلول لتحول التعليم في موريتانيا ضمن مسارات العمل التي يتم النقاشها الآن وستشكل أساساً قمة نيويورك التي يشارك فيها وزراء التعليم ما سيمكن من استفادة من تطور النقاشات ومن خلق زخم إيجابي جديد تدعم الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة انخراط الشباب للنهوض بتحويل التعليم لأن التعليم حق وأساس للسلام والتسامح وباعتباره محركاً للتنمية يدعو الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم إلى قمة تحويل التعليم في الفترة ما بين السادس عشر والتاسع عشر سبتمبر 2022 في نيويورك إن أصحاب المصلحة المعنيين مدعوون لاتخاذ التدابير المناسبة في نهج متضافر مع الجهات الفاعلة في الحياة الاجتماعية لا سيم الشباب لضمان تحقيق الهدف من التنمية المستدامة تهدف القمة المزمعة إلى حشد العمل والتضامن الدولي وإيجاد الحلول لتحقيق تحويل التعليم في أفق 2030 وتتطلب هذه القمة عملية تحضير مكثفة وشاملة تنطلق من القاعدة النشطة في المجتمع وتستجيب لأولويات الدول الأعضاء اقتضنا المعهد التربوي الوطني في نوكشوت صباح اليوم فعاليات الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سيد محمد ملعين الليه بأفراد ديوان الوزارة قد أكد الوزير خلال هذا الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة رفقة والي ولاية الوكشوت الغربية ومدير المعهد التربوي وبعض أطر الوزارة أن رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني شدد خلال اجتماع مجلس الوزارة الأخير على أهمية الزراعة كخيار وطني استراتيجية مع استعداد الحكومة لتوفير وحشد كافة الوسائل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء خاصة أن الظروف الدولية الراهنة تجعل من خيار الاكتفاء الذاتي رديفا لسيادة الدولة وطلب الوزير بالعمل الجد داخل القطاع لخلق وعي كامل بأهمية الزراعة وبناء العقليات المنتجة ومؤكدا في هذا اصطدد ضرورة الاستفادة من هذا الموسم الذي تهاطلت فيه أمطار غزيرة على مختلف مناطق الوطن بعد ذلك توالت مداخلات وطور الوزارة الحاضرين للاجتماع وهي المداخلات التي أكدت أهمية الموضوع والانسجام التام مع القرار السيادي ومباشرة العمل على تجسيده عمليا على أرض الواقع عقد وزير التنمية الحيوانية الصباح اليوم بمدينة تجججا رفقة والي تقانت اجتماعا موسعا بالمنامين وممثل الروابط المهنية والرعاوية والفاعلين في مجال التنمية الحيوانية خصص هذا اللقاء لتدارس خطط وزارة التنمية الحيوانية للنهوض بهذا القطاع لضمان مساهمته في الدورة الاقتصادية داخل قاعة الاجتماعات ببلدية تجججا جاء ترأس وزير التنمية الحيوانية رفقة والي تقانت لاجتماع بالمنامين والمستدمرين في القطاع التنمية الحيوانية بغرض يطلعهم على المقاربة الجديدة للنهوض بهذا القطاع وتطويره بما يعود على الجميع بفائدة أكثر على الاقتصاد الوطني من الليلة أربعة شهر حالي قطاعي اشتقال عليه كفكرة أولى بس منحيلة نخلق الظروف الملائمة لتطوير التنمية الحيوانية على مستوى البلد وراه كانت تهم التساؤلات سابق ذلك بس منحيلة نقدون بإطار الكراهات اللي تتعلق دائما مرحل الشوح اللي بوصول الصيف بالقالب بس منحيلة نقدون نجبر أجوبة المنمي الموريتاني يجبر أجوبة بايتعلق بالانتجاع والله بديل الانتجاع خارج البلد وبدأنا نقدمه فكرة قلنا لها نحنا نسميناها المشروع الوطني لتثمين المقدرات الرعوية الطبيعية فكرة المشروع أن نخلق أقطاب تنموية في البلد بالتسقيق بين قطاعات التنمية الحيوانية والطاقة والمياه والاستطاع الترابي والبيئة والنقل إياك افتخمامنا كاملين في البلد لأن خلقه ديناميكية لن يستفد من القطاعات كاملين إذن هذا المشروع اليوم مواقع ملموس في اللجنة وزارية مكلفة بالمشروع برياسة معاي الوزير الأول وفي اللجنة فنية رعصة وزير التنمية الحيوانية وقدمنا منه جانب الاستعجال إلى أن نقول لكم فكرة أحداً أفكاراً خلق أحداً أفكاراً من المشروع لأننا نعادلوا نوع من حضائر طبيعية كبيرة على المنصوى الموريطان نعادلهم من 10 إلى 15 أبو سوى البلد إذا هذا المنصوى يمتعون إلى 20 ملاي اكتار 20 كامل، 20 كيلوات ما يقابلونهم؟ ما يقابلونهم؟ أن يقابلونهم وأن يتجلون مجرسة لأن هذا المنصوى يتم تأهيل بهذه المنصوى ومعارضة مكانهم ليستقبلونهم إذا كانت أحداً من الصناعات أحداً من التمران طبيعيigan أحداً من محطات الطاقة بينماهما شمسياً وتكهرمائيًا ونحن نعيد بهم من المناطق الأمور لبسط فيترينة ونحن نعيد بناء مقاوله وهذا يوجد صالح فهواء متكامل ويأتي الاسفاء ممتاز في مرحلة الأنفق للتعرض المنمي وشرح خاصة في الدنيا من الشهرًا والجهولي وحاولة منزلنا ولعمد منزلنا البرامج مواشية حسنًا وحاولة منذ ذلك جعل بلدنا نقطة استطابة للمواشي في المنطقة رئيس جهة تيغانت ذمن هذا الاجتماع داعين المنمين للاستفادة من المشاريع المقدمة من طرف الوزارة والهادفة إلى عصرانة إنتاج الثروة الحيوانية عمدة بلدية تيججا المساعد أرحب بهذه الزيارة مذمنا للدورة الذي يقوم به قطاع تنمية الحيوانية على مستوى ولاية تيغانت المتدخلون بدورهم تعددوا عن مجمل المشاكل التي يعاني منها قطاع تنمية الحيوانية والأمال المعلقة عليه وضرورة دخول المستثمرين البطنيين هذا المجال خصوصا ما يتعلق بتحسين السلالات وتوفير نقاط المياه في الأماكن الرعوية الوزير أدى زيارة للمندوبية الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية على مستوى ولاية تيغانت حيث قدم له المندوب الجهوي عرضا عن وضعية المواشي في الولاية وتدخلات المندوبية لصالح المنمين والعراقي التي تعترض عمل المندوبية كما قام الوزير بالزيارة حضرة نموذجية في بلدية السدود لتحسين السلالات الهجينة منبها على أهمية الاستثمار في هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر نموذجا لشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة تيججا ولاية تيغانت وإلى ولاية العصاب حيث ودى وزير التنمية الحيوانية زيارة تفقد لبعض المشاريع الزراعية بإنتاج العلاف الحيوانية في مقاطعة يكيف وقر مزيد عن هذه الزيارة نتابعه في السياق تقريب التالي من مزرعة القيطنة لزراعة وإنتاج العلاف الحيوانات الواقعة على مسافة إذنين وعشرين كيلومتر غرب كيفا استهل وزير التنمية الحيوانية السيد محمد السويدات رفقة والي العصابة السيد محمد الأحمد مولود زيارته التي شملت عددا من المشآت في مجال التنمية الحيوانية مستمعا للشروح الوافية التي قدمها القائمون على المزارع ودورها الكبير لصالح المنمين قبل أن يتوجه نحو مشروع تحسين السلالات الوراثية قيد الإنشاء لتفقد سير الأشغال فيه مؤكدا ضرورة إنهاء الأشغال في الآجال المحددة بالمعايير المطلوبة أما المحطة الأخيرة للوفد فكانت مشروع الخير الكبير للزراعة والتنمية الحيوانية ومشروع الصدارة في مقاطعة قلو حيث استمع الوزير للتفاصيل قدمها القائمون على هذه المشاريع التي تهدف إلى زراعة علف الحيوانات وتحسين السلالات بمعايير تضمن إنتاجية أكثر وفي مختلف محطات الزيارة ذكر المتدخلون بأهمية المشاريع ودورها في النهوط بالتنمية الحيوانية مشروع زراعة العلاف والخضروات ونفع عام للمقاطعة كل يوم واحد في الشهر خمسة نفتحه للناس اللي أضعاف وتدخل في حيوانها هاي مشروع زراعي رعاوي ونتاجه ياسرة وحنا عدلنا اللي قدينا نعدله يجهدنا اللي حقنا لقد كان مشروع الخير سباقا في زراعة العلاف وأخذها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد مع محدودية الإمكانيات وضعف المكننة إلا أن التماشي مع توصيات رئيس الجمهورية بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في التنمية بشقيها الرعوي والزراعي أمر ضروري جعل الجميع يسعى لتنفيذ هذه التوصيات بالإمكانات المتاحة والقدرات المتوفرة وبناء على ذلك فإن مشروع الخير يهدف إلى زراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية من أجل توفير أكبر كمية من العلب والخضروات المطلوبة وطنيا وتزخر مقاطعة قروي مزارع متعددة تنتج سنوياً مئات الأطلان من الأعلاف كما تحتوي على ثروة حيوانية كبيرة ويأمل القائمنا على هذه المشاريع في نجاح الجهود الحكومية للتغلب على كافة العراقيل التي تواجههم الشخ الحميد الموريثانية مقاطعة قرو أشرفت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأستراليون في نواك شوط على افتتاح ورشة تكوينية لرؤساء الجمعيات الأعضاء في الاتحادية الموريثانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة حول تأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الطوعي تنظم الورشة من طرف القطاع الوصي بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل تهديفه إلى تعزيز قدرات المشاركين في هذا المجال يتضمن جدول وعمال هذه الورشة التي تدوم يومين عدة عروض حول التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الطوعي عرض حول رؤية قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في مجال تأطير ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وفي الجانب الصحي بشكل خاص وعرض حول الصندوق الوطني للتأمين الصحي الإطار القانوني والفئات المشمولة بالتغذية الصحية قد تحقق في الآوينة الأخيرة العديد من المكتسبات الهامة ومن بين المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة الكريمة في الآوينة الأخيرة يمكن أن نذكر على سبيل المثال للحصر انضاعفت عدد الأسر المستفيدة من برنامج التكفل بالأطفال المتعدد لعاقة لتصل هذه السنة إلى 604 أسرة ونعمل على أن يصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ألف أسرة على أن يغطي جميع الأسر الموريتانية التي لديها طفل متعدد لعاقة الاستمرار في إنتاج وتوزيع بطاقة الشخص المعاق الذي استفاد منها أكثر من 4000 شخص من ذوي لعاقة يستفيد نصفهم حتى الساعة من التأمين الصحي والعمل جاري لاستفادتهم جميعا من ذلك التأمين وفي مجال النفاذ إلى التشغيل فقد أطلقنا خلال الفترة المنصرمة برنامجا لتمويل مشاريع مديرة للدخل لحوالي 3800 شخص من ذوي لعاقة استفاد منهم حتى الساعة 2000 شخص على المستوى الوطني دعم قدرات الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي لعاقة بمنحة مالية سنوية تصل 85 مليون أوقية قديمة وبخصوص التعليم المتخصص تم فتح فروع لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي لعاقة لخمس ولايات وننوه بتجاوز حوالي 20 تلميذ أصم لامتحانات دخول السنة أولى إعدادية فضلا عن تجاوز تلميذتين مكفوفتين لامتحانات الباكالوريا ولضمان التكفل الأمذل لفئة الأشخاص والعاقة فقد تم إنشاء شعبة خاصة بالتربية المتخصصة بالمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخرا كما تم وضع المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص والعاقة بما تحمل من توجهات كبرى لحماية وترقية هذه الفئات ممثل المكتب الدولي للشغل في المقشوط الشيخ تام بيّن من جانبه أن التكوين الحالية يهدف إلى تقوية قدرات الهيئات القيادية في منظمات وجمعيات الأشخاص ذوي العاقة حول موضوع التأمين الصحي الإجباري والاختياري وذلك من خلال التعرف على الآليات والأساليب الناجعة المتبعة في هذا المجال وتوسيع نطاق التفكير للرفع من مستوى الفهم والخروج بتوصيات تساهم في تطوير تعاطيهم مع هذا الموضوع الهام احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والترقية القطاعات الانتاجية صباح اليوم حفل التوقيع على اتباقية يتم بمجربها دعم أخلية تنمية ولاية الحظ الشرقي ويعول على هذا الدعم في اكتشافه وتطوير المقدرات الاقتصادية والتنموية في الولاية الرعاوية والزرعية بموجب هذه الاتفاقية بين بلادنا ومسلية برنامج المتحدة للتنمية بنواكشوت يتم دعم خلية تنمية ولاية الحوض الشرقي وسيصم هذا الدعم في تنمية وتطور المقدرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تتميز بها الولاية الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية ألقى كلمة بين فيها أهمية الاتفاقية وما سيكون لها من أثر إيجابي على مستوى ولايات الحوض الشرقي هذه لا يتعذرنا مناسبة نذكر على أن هذه خالية تنمية ولايات الحوض الشرقي أتمدتها الحكومة الموريتانية انطلاقا من هذه الطاولة المستدرة التي عادلت يوم 27 في نوفمبر في السنة الماضية بعد ذلك عرفت الحكومة الموريتانية بالأرقام مدى تنمية هذا الجزء الغالي من البلد وآن ذاك أخوخ المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية كاملة الكبيرة التي تضم أكثر نسمات البلد عقب المواكشور مؤشرات بالاقتصاد ومؤشرات الاجتماعية في التعليم وفي الصحة وفي الماء الشروب وفي الكهرباء والخدمات كاملة مع الأسف جهات هذه الولاية مؤخرة البلد وذلك هو القرار الذي قبل رئيس الجمهورية أعلنه يدعم عقب هذه الطاولة المستدرة تنمية هذه الولاية لين تعود من قد العدالة الاجتماعية أنها تعود في المستوى اللي يليق لها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيدة أدم جانبري أشرت في كلمتها إلى أهمية ولاية الحوض الشرقي التي تتوفر على موارد اقتصادية هامة ومتعددة الأمر الذي جعل البرنامج يسهم في دعم خلية تنمية الولاية فنيا ولوجستيا للرفع من مستوى الانتاج والمردودية لصالح السكان المحليين وموريتانيا عموما مبدية استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمساعدة موريتانيا في تطوير التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو آفق أرحب لعقوب اللصوفي الموريتانيا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم في إجازها الصحفي المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 تسجيل إذنتي عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وخمس حالات شفاء وقد بلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إذنين وستين ألفا وسبعمائة وستا وخمسين إصابة من بينها واحد وستون ألفا وسبعمائة وسبع حالات شفاء وتسعمائة واثنتان وتسعون حالة وفاء كما أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية والمركزية أن مقايس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعتين الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرغة من البلاد وذلك على النحولات موسيقى 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 اشتركوا في القناة انطلقت مساء أمس بمبنى المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية كاميك في مدينة النعمة عملية برنامج ميسر لتوفير الأدوية الأساسية في المنشآت الصحية بالولاية حمدان يهتف هذا البرنامج الذي تتفيد منه 161 منشآة بالولاية إلى توفير جميع الأدوية الأساسية بأسعار في متناول المواطنين من مقر الوكالة الجهوية لمركز الشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات كاميك في مدينة النعمة انطلقت عملية برنامج ميسر لتوفير الأدوية الأساسية في جميع وحدات الهرم الصحي بسعر موحد ومخفض على مستوى ولاية الحوض الشرقي والولاية الحوض الشرقية سيدي سلم والسيدي أشرف على انطلاقة العملية التي تتضمن الإمداد المنتظمة لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوصة على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي وفي عن المكان تفقد الوالي والوفد المرافق له قائمة الأدوية ونوعياتها وتاريخ صلاحيتها إضافة إلى طرق حفظها وتوزيعها على المنشآت الصحية بالولاية لاحظنا من خلال الزيارة الميدانية الحمد لله وصول جميع الأدوية المقررة استفادة الولاية منها فبدأت استفادة بعض المراكز ومنطلقة إن شاء الله عملية النقل شورة بقية المراكز الصحية والنقاط راجعنا إن شاء الله وعلنا سكان الولاية يستفادوا استفادة تامة من هذا البرنامج اللي يكتسى همية بالضع وخاصة في هذه الفترة من السنة ماسي عنه جاء فوقته جاءت بدايته إن شاء الله وفقتها في بداية فاصل الخريف وبالنسبة لتنوع المولي الأدوية المتوفرة فيه والأسعار التي تنبع بها واضح منه بالشأنه بالفعل على أنه برنامج يهدف إلى تيسير برنامج ميسر يهدف إلى تيسير حصول المواطن على عموم تراب الوطن لأدوية الصحية الأساسية وتستفيد 191 منشأة صحية بالولاية من خدمات هذا البرنامج كما هو الحال مع المركز الصحي المقاطعي بمدينة النعمة المركز الصحي المقاطعة النعمة جاءت كمية معتبرة من الأدوية الأساسية خاصة أدوية المضادات الحيوية وكذلك أدوية الضغط الشرياني وكذلك أدوية السكري وهذه الأدوية نخترق أنها كانت تكون مستحيلة جبارها في الماضي والآن الحمد لله إذا عادت على مستوى المراكز الصحية وعلى مستوى المقاطعات وكذلك على مستوى المقاطعات عملية تسعى من خلالها المصالح الصحية إلى ضمان جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة في مختلف الهياكل الصحية لا سيما تلك الأقربة للشرائح الفقيرة حصة ما هي واحدة بهم مراكز صحية تقريبا مليونين من قيمة مجموعة من الأدوية بهم النقاط الصحية ل600 إلى 400 وكذلك المستشفيات 20-20 مليون هذا وتتولى سيارات المخصصة النقلة الآمنة للأدوية لضمان وصولها إلى مختلف المرافق الصحية بولاية الحوض الشرقي الفاغة والي الشيباني قناة الموريتانية مدينة النعمة ويبقى معنا من مدينة النعمة دائما مدير مكتبنا الفاغة والي الشيباني مساء الخير الفاغة باختصار كيف تقيم لنا ظروف انطلاق برنامج ميسر هذا والإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين في الحوض الشرقي من مزاياه وفوائده شكراً للزميل الغالية وكذلك الزميل محمد قبل أن أدلف إلى تقييم أو تقويم هذا البرنامج الذي يسعى إلى إرساء نظام صحي للأدوية والشير إلى جملة من المعطيات المعطى الأول أن هذه العملية برمتها أولاً تعطي قيمة كبيرة للمرافق الصحية خاصة إذا عرفنا أن ولاية كولاية الحوض الشرقي تبلغ المنشآت الصحية 200 منشآة 191 منشآة صحية من بينها 13 مركزاً صحياً تستفيد من هذا البرنامج الذي أولاً يتيح أدوية مؤمنة ثانياً ذات جودة عالية إضافة إلى أنها تبيع بأسعار مخفضة إذن إذا عرفنا أن هذه الولاية الشاسعة والولاية ذات الكثافة السكانية يأتي هذا البرنامج في إطار تقريب الخدمات الصحية وكذلك المقاربة التي أعلنت عن السلطات العمومية فيما يتعلق بأهمية صحة المواطن خاصة الفئات الأجهة إذن على مستوى ولاية الحوض الشرقي يمكن القول بالنظر إلى حجم الاهتمام الذي عبرت عنه السلطات الإدارية من خلال والي ولاية الحوض الشرقي وكذلك الجهات المعنية يمكن النظر إلى هذا البرنامج بأنه برنامج أساسي وأنه أيضاً مهم لساكنة ولاية الحوض الشرقي إضافة إلى أن الصحة هي مسألة أساسية قناة الموريتانية كانت قد أعدت خلال الأسابع الماضية تقريداً عن وضعية الصيدريات وقد شكى كثير من المواطنين من عدم وجود الأدوية الأساسية المتعلقة بالضغط والسكر وكذلك المضادات الحيوية إذن هذه العملية التي تم يطلاقها منذ أسبوعين على مستوى المركزي تتيح لأول مرة أولاً الأدوية الأساسية والمهمة بطريقة آمنة إضافة إلى أسعار وهو ما سيتم من خلال لجان فرعية يتم تكونها إن على مستوى المراكز الصحية الأساسية وكذلك الوحدات إضافة إلى دور الهيئات الجمعوية من أجل مراقبة هذه العملية التي طبعاً بالتأكيد تعاني من تحديات فيما يتعلق بالرقابة على هذه الأدوية ومدى استفادة الفئات المستدفة منها خاصة بمناطق المنائية من ولاية الحوض الشرق وصلت الفكرة شكراً جزيلاً لك مدير مكتب الموريتانية من مدينة النعمة الفاقة والشيباني عقد المجلس الجهوي لجهة الحوض الشرقي اليوم في مدينة النعمة الدورة العادية الثالثة لسنة الفين واثنتين وعشرين تحت رئاسة السيد محمد الاتجاني رئيس الجهوة بحضور والي الحوض الشرقي سيد سلم والسيدي والسلطات الإدارية وفي بداية الجلس تطرق والي الحوض الشرقي إلى أهمية مواكبة جهود السلطات العمومية في مجال تقريب الخدمات من المواطنين وإنجاح الحملة الوطنية للزراعة على المستوى الجهوي ويتمحور جدول الأعمال حول قراءة التقرير ما بين الدورتين والمصادقة على بعض التعديلات وملفات أخرى وقد أكد رئيس جهة الحوض الشرقي بهذه المناسبة أهمية العقاد الدورة الثالثة من نوعها في ظل تفعيل استراتيجية تنموية في ولاية الحوض الشرقي نعقد الجلسة الثالثة العادية للمسي جهوي التي إن شاء الله تتميز بعرض على المسي جهوي بعض النقاط التي تعلقوا بالنشاطات التي كنا بها ما بين الدورتها وطبعا فيها نقاط مختلفة مع بعض التعديلات الميزانية يغير اختار نقول في هذا المقام على أن نتميز هذه الدورة بفترة على نفهم نداء لفخامة رئيس الجمهورية منطلاقة من القرائل بتام الشكط لإقبال المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للزراعة خاصة على أن فيهم ويستمع الحمد لله هذه السنة مبشر إن شاء الله وبالتالي نحن إلى مستوى الجهة ولويتنا اليوم وفعلنا جميع الجهود واللي عندنا من الوسائل المادية والمعنوية اللي إن شاء الله نركزوا وفعلنا ندخلوا في هذه الحملة اللي ليتمكن المواطنين من يعودوا له يوصلوا لاكتفاء ذاتي تذيذاً لتوصيات اللجنة الجهوية لتسير الأزمات والطوارئ في اجتماعها الأخير أدى والي جورغل سيد أحمدنا ولسيدبا زيارات لبعض قنوات صرف المياه والجسور الواقعة في ضواحي مدينة كيهيدي وطلع الوفد على مستوى منسوب المياه والإجراءات التي يجب اتخاذها لوقف تقدمها باتجاه بعض أحياء المدينة كما عاين الوالي رفقة حاكمي وعمدة كيهيدي وممثل الأجهزة الأمنية وضعية الجسر الواقع على طريق مقام كيهيدي والذي تلتقي فيه السيول القادمة من روافد جورغل وفومليكليتا مع نهر السينقال تتوصل في مدينة كيهيدي عملية التوزيعات المجانية للمواد الغذائية والأفرشة والبطانيات على الأسر المتضررة من الأمطار والسيول الأخيرة وتشرف على هذه العملية لجان تضم السلطات الإدارية والمصالح الجهوية والمتخبين وهيئات المجتمع المدني داخل المخازن الجهوية لمهوضية الأمن القذائي في ولاية جورغل تتواصل عملية التوزيعات المجانية للمواد القذائية الأساسية لصالح الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدينة كيهيدي وتعتمد اللجنة الجهوية المشرفة على العملية خططاً لتوزيع هذه المساعدات وفق لوائح تم إعدادها لتحديد الأسر المعنية من هذا الدعم الذي ثمنه المواطنون الذين أكدوا أن الدولة توقفت إلى جانبهم في الوقت المناسب وكان لزيارة رئيس الجمهورية لهم وقع خاص وشاكنا الرئيس على التدخل السريعي للعدل للشعب في كيهيدي هذا ما قط عدو الرئيس السابق جزاها الله بخير وشاكنا ما شاء الله ما أبقى حد ما استفاد وتباشر مفوضية الأمن القرائي عملية التوزيع في كيهيدي وفق نظام الطابور الذي تم تحديده من قبل اللجنة المقاطعية التي تضم كافة المصالح الجاوية المعنية إضافة إلى البلدية والمجتمع المدني كما تعلمون هذه العملية انطلقت اليوم الأول من جسحة هذه التعليمات التي صدرت أنها ضرورة التدخل لإصعاف المواطنين قامت همبليجان وقاست الكارتيات كاملين وحدت الأضراء وعلى أساسها تحديد ذلك الضرر قامت المفوضية بالتدخل وهذه العملية كما تشاهدون تجريب بن سياب ضرر نوعين هم أسر ضرر ضرر كلي جبرة المواد الغلائية وجبرة الخيام والفرشة والأقطية وهم ضرر جزي الناس اللي ضرر ضرر جزي جبرة المواد الغلائية والحمد لله كما تشاهدون هذه العملية جرات بن سيابية وتمثل التوزيعات القذائية المجانية مكونات المهمة من مكونات تدخل الإسعجالي الذي قامت به الدولة لمؤازرة الأسر المتضررة من سيول حيث استفادت من كميات المعتبرة من المواد القذائية والخيام والأفرشة والأقطية محمد علي سالك للقناة الموريتانية مدينة كيهيدي وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف لكم من مدينة كيهيدي مستشار والي قرغل المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد محمد والجدو مرحبا بكم ضيفي الكريم في البداية بما تقيمون مستوى إغاثة المتضررين جراء هذه الأمطار خاصة فيما يتعلق بالإيواء وتوفير المواد القذائية الضرورية أهلا أشكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أشكر تلفزة الموريتانية على مواكبتها لأهموم ومشاغل المواطنين وعلى مسارتها للجهود المبذولة في طار تحقيق مصالحهم وحل مشاكلهم بالنسبة لمشكلة سيول الفيضانات التي خلقت على مستوى الولايات كيهيدي خصوصا مقاطعة كيهيدي تم الحمد لله الاحتياط لها مسبقا عن طريق مجموعة من الإجراءات كانت متاخلة وكانت اللجنة محتاطة للشميل الأمور من أهمها كانت فيم كميات متوفرة على مستوى المخازن وكانت مولي فيم أجهزة مستعدة تتمثل في المصالح الجهوية بحيث تم التدخل بشكل مباشر في الوهلة الأولى لمباشرة هذه هذه الظروف التي عاشوا المواطنين جراء السيول والأمطار وتم معرفة الأضرار التي لحقتهم والتعامل معها وإحصائهم ومباشرة خلق التدخل التي تمثل في هذه الكميات المعتبرة التي تم توزيعها من طرف مفوضيتنا من الغذائع عليهم بالإضافة لعدة معاونات خرى الحمد لله تم توفيرها وفهم مملي الحمد لله جاري تعبئة أدة مساعدات إن شاء الله لا يتم تمكينهم الاستفادة منها إن شاء الله وفي إطار نظامة تسهر لدارة على أنه يعود دقيق وعلى أنه يعود مستهدف الأشخاص المتضررين فعلا واللي استحقوا واللي فاصلين في هذه المعونة إن شاء الله وراجعين عنها وراجعين عنها إن شاء الله وتعود هذه الأزمة إن شاء الله هي الأخيرة من نوعها وعلى أن هم اللي تعود المواطنين استفادوا من هذا الدرس كما استفدنا كاملين على أن يتم تفادي الأماكن المخفضة واللي معارضة لمياه السيول والاستعدات بها الاستعدات التي تعدل اللجنة الوزارية واللجنة الجهوية واللزان المقاطعية في طال الاستعداد هذه الأزمات ما هي كافية يعني ما يسايروها المواطنين مستوى من الوعي والحذر اللي راجعين عنه إن شاء الله يعدوا وصلوا له وهذه الجهود كاملة إذن سيد المستشار يجهب زيارة الميمونة إذن سيد المستشار هذا يقودنا إلى تساؤل يقودنا إلى التساؤل الآخر والمتعلق بالخطة المستقبلية لتأمين الأحياء المتضررة من تهاطلات قادمة في ظل الحديث عن البحث عن أماكن بديلة للأحياء الواقعة في أماكن منخفضة من المدينة فعلاً فيها أماكن كانت أكثر تعرض عن أماكن أخرى وهذه الأماكن فيها عدة أحياء موجود فيها صرف صحي أصلاً كان موجود وهذا صرف صحي لا يجري العمل إن شاء الله على تنظيفه وعادته للعمل نتجة أنه تعرض لشمل أضرار من هذه العوامل التعريق وقدمه إن شاء الله ودور ما يتم توسيعه ولا يتم التعامل مع هذه الظروف إن شاء الله مستقبلاً طبعاً من خلال التجربة ومن خلال الاستعدالات التي كانت متخذة السابق بطريقة إن شاء الله الدور تعود أحسن وأكثر إن شاء الله لا يتعود أكثر لا يتعود صمود إن شاء الله ومواجهة لأي أزمة إن شاء الله إذن أشكركم جزيلاً شكر سيد محمد الجدو مستشار ولي قرقل حدثنا عن الإجراءات المتخذة لمواجهة أو ما تبقى من الأشياء التي شهدتها الولاية جرها السيول والأمطار محمداً أدى ولي أدرار السيد جاك عبد الرزاق صحبة المدير العام لمؤسسة صيانة الطرق سيد أحمد تجاني تشام زيارة للمقاطع المتضررة من طريق أطار شنقيط الذي يرفض حاصمة ولاية أدرار بمدينتي شنقيط وودان وأتمت معاينة الأدرار التي سببتها التهاطلة المطرية خاصة في الممر الجبلي المعروف بطريق اللبن وذلك تمهيداً لإصلاحها لضمان سيابية الحركة في هذه الطريق الحيوية وكانت بعضة من المؤسسة قد عاينت عملية إصلاح المقاطع المتضررة من طريق أطار تجججا في منطقة تمنيت بمقاطعة أوجفت أدى ولي داخل تنواذيبو صباح اليوم زيارة ميدانية للمزارع الواقعة في نواذيبو للإطلاع على ظروف العمل الجارية بها تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة ظروف المزارعين وحاجياتهم من المياه والمدخلة الزراعية الأخرى زيارة التفقد والاطلع التي أدها والي داخل تنواذيبو للمزارع الواقعة في المدينة تأتي ضمن مؤسرة المزارعين والوقوف ميدانيا على مستوى إنتاج هذه المزارع من الخضروات وقد تجول الوالي رفقة عمدة البلدية والسلطات الأمنية داخل المزارع واطلع على مطالب المزارعين المتعلقة بتوفير المياه الكافية لاستقاية الحقول الزراعية في إطار التوجه نحو تحقيق الاكتفاء ذاتي من المواد الزراعية نحن الآن في زيارة لمزارع مدينة تنواذيبو هذه المزارع التي تشتغل فيها عشرات الأسر جاينا إلى هنا نطلع لأحوالها ونلتقاوا بالمزارعين ونشوفوا لعندهم المشاكل وندعوهم اللي هم اللي نخراطوا في هذه الحملة الزراعية اللي افتح فقامة رئيس الجمهورية في القرائر مغاطعة تام شكة ولاية الحوض الغربي ونطلبهم من المواطنين كاملين لانخراط فيها على كل حال الخضروات تعتبر شعب مهمة من شعب زراعية على كل حال العادة ما هون زراعة المطرية ولا هون زراعة وراء السدود زراعة الخضروات مهمة ونختيروا نعود ونعدلوا فيها اكتفاء ذاتي على مستوى الولاية ولا قدينا قاعدوا نصدروا هالولاية اخراط وهذا يقد صح به اللي زراعة الخضروات هون ناشحة على مستوى الولاية وهون في بولنوار البيضات كاملة اللي تعدل فيهم حقه هون مشكلة تلمة هين نحاول ان شاء الله وكاننا نتقلبوا عليها ذلك الكمية الموجودة يدوري وجهه من الجزء الكبير لهذه المزارع ان شاء الله المزارعون رحبوا بهذه الزيارة معتبرينها تؤكد سعي السلطات العمومية في دعم زراعة وتوفير ظروف المساعدة على ممارستها هذه الزيارة العدن الوالي اليوم نستشرف بها اكثر وهذه الزيارة اللي جانا اليوم ونحن في العطاشة كيفته هو اللي راجع منها على ان يتوفرنا المياه من خلال هذا اياك نقدروا نتقلبوا علي العراق اللي مطروحاننا كامل من خلالها نقدروا عدل اكتفاء ذاتي اللي كنا اصلا قايمين به بحال تم قاموا بهم اللي دور يتوفر كما كان الزيارة كانت غيمة تذكر وتشكر بزيارة معدلتها السلطات المحلية للمزارعين اولا تتفقد بحوالهم تخارص طريقة اللي يشربوا بها احنا هون تغريبا كمزارعين خاصة على الماء والسلطات الأولياء لمستوى الولاية الحمد لله متعاطفة معنا نظرنا قال ان الماء لمستوى المدينة كاملة فيه نقص وراجعين بعد ذلك قال سيد الحق الوالي انه تغريبا لمشينا فنيين تغريبا لاستراصيون داخل هون قد تعد عايق عن طريق 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 وتنتج هذه المزارع مختلفة انواع الخضروات طيلة فصول السنة كما توفر بعض حاجة السوق المحلي في اغلب المواسم محمد المين الهادي قناة الموريتانية مدينة واذبو تحظى بعض المناطق الزراعية في ولاية البراكنا هذه الفترة باهتمام كبير لدى المسارعين نظرا لما تتميز به من خصوبة اراضيها الغالية وقد زاد من هذا الاهتمام تهطلات المطرية المعتبرة التي عرفتها الولاية هذا العام تملا في استغلال الاراضي الزراعية بعد ان باتت ظروف مواتية لانجاح الموسم الزراعي يواصل هؤلاء حملتهم الزراعية في الحقول المحاذية لمدينة الاغ بغية الاستفادة من المقدرات الزراعية الهائلة التي تتميز بها المنطقة معوية في ذلك على كميات الامطار المرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية وهي فرصة لخوض غمار الزراعة المطرية كل غرفة الحمد لله رب العالمين يتجي اسحاب ينجو ولا بدنا من عدلوا اعلى حرز اللي يطرعوا فيهم سمعتوا الحمد لله وران نطار بنا دعم احنا مسارئين حق وانا كلام نزو من لهذا الشارع الحمد لله نحرزه هون ما قد خال حد من هون وعد كيجيد والله وعد بقباخ وقلنه هون يعرفون ارائفين حون نحرزه السوء السحاب جاءت السوء ما جاءت يشوفنا هون الزراعي بنا شوفهم هون يقولون لا زراعي بلحطب لحطب احنا ما اتلا ما يواجدينه قد نرى طالبين من مولانا وطالبين من دولتنا وتساعد نفسي ينقالوا زريبة الاعتماد على الزراعة يأضحى من الاساسيات بالنسبة لبعض المزارعين الذين استفادوا من الدعم المقدم من قبل الدولة والمتمثل في ترميم السدود ودعم التعاونيات بالمدخلات الزراعية يخص الدعم الذي قدمته الوزارة للمزارعين قدمت وفرت الوزارة دعم يتمثل في توفير المدخلات الزراعية التقليدية المدخلات الزراعية نقولها معنا نعنو بيها البذور ونعنو بيها الاسمدة ونعنو بيها المبيدات ونعنو بيها الادوات الزراعية المختلفة هذه بالنسبة للجانب المطاري منها قدمت مئة وثمن أطنان من البذور التقليدية التي تشمل بيشنة وتقليد وادلقان ومكة ومتري هذه الأصناف الخمسة أو المحاصيل الخمسة تم توزيع مئة وخمسة أطنان على المزارعين في هذه الولاية أيضا الوزارة وفرت بعض المحارث التقليدية التي جزتها الحيوانات التي تسهل من عملية قلب التربة وخلخلتها وبالتالي حراستها وللحفاظ على المحاصيل الزراعية وإخلاء الحقول من النباتات الضارة وفرت المندوبية بعض المواد لمواجهة تلك المشاكل عوامل عديدة أسهمت في الإقبال الكبير على الزراعة وخلقت وعيا لدى المواطن بأهمية تحقيق اكتفائه ذاتي من الحبوب والخضروات قررت مجموعة من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة زورات لانخراطة في الحملة الزراعية الحالية بوسائل ذاتية وإرادة مهم ويعتزم هؤلاء يخوض هذه التجربة من خلال زراعة بعض الحبوب والخضروات معولين على دعم القطاع الوصي لجهودهم الوصول إلى الهدف المشهود من الحملة الزراعية طموح يتطلب مع تضافر جهود الجميع عزيمة قوية من كل مواطن يسعى جادا أن تكون له بصمة في الموسم الزراعي لهذا العام منتوت منتخيطات وزملائها الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة النشطاء في هيئة المجتمع المدني نزلوا إلى الميدان لمواكبة الحملة ومن مشروعهم الزراعي المتواضع اختاروا تمرير الرسائل مفادها أنه لا تجد إعاقة مع الإرادة مساندة برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني ودعم لهذه الحملة الزراعية هذه الأمطار جاتنا الأخيرة المباركة شاء الله على أن نستخدم هذه القطع الأرضية المعارضة للزراعة نزرع فيها الخضروات نزرع فيها شيء كامل نزرعه نحن مجموعة من المعوقين عندنا هذا المشروع كما سلفنا نستخدمه الزراع فينا اللي يستخدم الآلات الزراعية المعروفة يستخدمها وفينا اللي عنده حركية السبب منه على أن نتحدى هذا النظرة الدونية اللي عند البعض على أن المعاق على أنه ما يقدر يعدل أي عمل المعاق إذا هو لكم برهان عليه على أنه أي عمل يقدر يستخدم فيه أي وقت مستعد حسب الإستطاعة والقدرة على التحمل يتوزع هذا الفريق العصامي على العمل بين سيقاية الأرض وحمايتها من الأفات والرقابة والتوجيه والمتابعة نحرذوا الخضروات نحرذوا عندنا أشكال الخضروات ونقعدلو والحمد لله قعدتنا السعاب وعدت وعكrylicلaaaaa بعد قاباس maximize чесeding نعمل نعلم 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 نقعدلو لما يرفض نعلم لما يرفض من يت合ن نقعد ويرамен يد ويعيد و區 اللي الآك يرفض بالحر يقول الصوفي وهو رئيس جمعية العمل من أجيل معاقين في تيرزمور إنهم بقدر ما واجهوا إعاقة الجسدية قادرون بدعم ومؤذرة من الدولة على مجابهة الحقول الزراعية هنا تياه في طارق المشروع اللي عندنا اللي عبارة عن مبادرة تابطة مجموعة من الأشخاص المعاقين في الزوارات وهي عبارة عن الزراعة في المنطقة اللي نقالها منطقة فينف وهذه المبادرة كبارناها عدة أسباب من أولاً للمنطقة كيف تعرفوا له زمن عن السحاب وجاتها لعامل العامل الحمد لله السحاب وذانياً فمات إياها ملي توجيهات الدولة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية أعلنها سنة زراعية وعلى هكذا الأساس اخترنا اللي أعلن ندير بصمة في المجال اللي هو مجال الزراعة فعلاً عندنا مجموعة من المطالب منها السياج ومنها البور ومنها التكوين في المجال ومنها حتى السيارة ننقل بها من المنتوجاتنا من هون إلى المدينة ونتم تنقل بها من الحقيقة دائماً لا نكره وهذه هي المشاكل المطروحان بعد المزارع نسبية من المدينة وظروفهم الاجتماعية الخاصة عوامل من بين أخرى تفرض على هذه المجموعة مغادرة المزرعة مباشرة بعد اكتمال برنامجها اليومي المختار بابا والحمد قناة الموريتانية من مزارع فاناف بضواحي مدينة زوارات شهدت قرية تيارة بمدينة أطار تنظيم ورشة حول مؤسسة الزكاة ودورها في التنمية ومحاربة الفقر وتنظم الورشة من طرف المنظمة العالمية للعظية وزراع الفاو ويشارك فيها العديد من الفاعلين في مجالات التنمية المنتخبون المحليون والفاعلون في مجالات التنمية الحيوانية والزراعة وترقية المرأة إضافة إلى أئمة المساجد ومنظمات المجتمع المدني يشاركون في ورشة مأسسة الزكاة وتعبئتها لأهداف التنمية المنظمة من طرف المنظمة العالمية للعظية والزراعة الفاو بهدف خلق إطار مؤسسي لتتم الاستفادة من الزكاة في التنمية ومحاربة الفقر نشرف معكم اليوم باسم سيد والي ولاية أدرار على انطلاق أعمال هذه الورشة التي تهدف إلى تنظيم وضع إطار تنظيم للزكاة في البلاد والتي إن شاء الله تعالى ستساعد على وضع هذا الإطار من خلال الضوابط الشرعية وفي هذا الإطار لا يسعونا إلا أن نشكر شركاؤنا في التنمية على واجه الخصوص النظمة العالمية للتغذية في الزراعة ونتمنى لأعمالكم النجاح والتوفيق وعلى مدى يومين سيتابع المشاركون في الورشة آليات التعبئة والتحسيس الضامنة لوضع مؤسسة صلبة تعنى بتسيير الزكاة في بلادنا بالتعاون مع مختلف الشركاء وتركز المرحلة الحالية من ورشة الفاو على إعداد الدراسات وجمع البيانات المتعلقة بكل ولاية لتغظيم مجال الزكاة باعتباره مجالا مهما لتحقيق التنمية والتطور لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة أطار نظمت جمعية الساعين إلى الخير الشبابية بمدينة كيفا ندوة تثقيفية بمناسبة مرور أربع سنوات على تأسيسها وتدف الندوة لتوعية المجتمع بمخاطر حوادث السير وطرق السلامة منها والتشديد على دور الشباب في خدمة القضايا الوطنية الهامة افتتحت الندوة من طرف المندوب الجاوي للثقافة والشباب والرياضة سيد جام حمود الذي نوه بالدور المحوري لحملات التحسيس خاصة ما يتعلق منها بأرواح المواطنين موجهة نداء لسلك الشبكات الطرقية الوطنية للتقيض بالضوابط المرورية خاصة في موسم الخريف الذي عادة ما يشهد أنطارا تخلف وراءها أضرارا قد تعيق سيابية حركة المرور كما يشهد حركة نقل متزايدة داخل المدن وبينها رئيسة جمعية السعينة للخير في كلمة الله شرت لأهمية توظيف جهود المجتمع المدني فيما يخدم الشأن العام عبر تكثيف حملات التوعية والتتقيف في احتفالية لمرور أربعة عوام على انطلاق جمعيتنا الميمونة والمباركة حيث ننظم ندوة تحت عنوان حوادث السير المخاطر وطرق السلامة محاولة منا لتثقيف جميع الساكنة على مستوى الولاية بمخاطر حوادث السير المرورية التي تتسارع وتتراكم يوما بعد يوم حيث نحرص على وجود متخصصين في المجال ونشطاء في المجتمع المدني وذلك تتكامل أهداف وطموحات منتسبي هذه الجمعية بين ثنائية العمل الخيري والتوعية وتثقيف المواظنين شاهدنا ختام المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها نوكشوت تحتضن أعمال يوم تشاوري حول التعليم تحضيرا للقدمة العالمية لتحويل التعليم وزير التنمية الحوانية يتفقد مزرعة للعالم في مقاطعة جارو ويعقد اجتماعا بالمزارعين في تقانة استعراض استراتيجية القطع قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يفتتح ورشة تكوينية حول تأمين الصحي الإجباري والطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة أشكر لكم حسنة الإصغاء والمتابعة في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة